اهلا بكم في السيشن التعريفي لمبادئ التصميم في السيشن ده ان شاء الله نتعرف على مبادئ التصميم ويهي اهمية دراستنا لهذه المبادئ اول حاجة مبادئ التصميم هي اصلا عبارة عن ايه مبادئ التصميم هي عبارة عن مجموعة من القواعد والقصص اللي لازم يفهمها ويستوعبها كل شخص داخل مجال التصميم زي ما اي شخص يخش كوليد الطب لازم يكون عنده معرفة باساسيات الاحياء واساسيات الكيميا وزي ما كل شخص بيخش كوليد الهندسة بيكون عارف اساسيات الرياضيات والحسابات الرياضية والفيزياء فبرضو مصابم الجرافيك لازم يكون عنده اساسيات مقواعد قبل ما يخش المجال ده بقوة وبثبات طيب ايه بقى اهمية مبادئ التصميم برضو ليه انا عايز اتعلم مبادئ التصميم قلنا قبل شوية ان المبادئ دي عبارة عن قواعد طيب القواعد دي اهميتها ان هي دايما بتميز ما بين المصمم الجيد والمصمم السيء القواعد دي هي الخطوة الاولى لاي مصمم عشان يربي جواه الحس الفني لدى المصمم الحس الفني او السنس او النظرة الجمالية لما المصمم يخش اي مكان بيلعب تصميم ده اذا كان حلو او وحش طبقا الحس الفني اللي بيكتسبه طبعا مع معرفته القواعد دي ومع الممارسة العملية اما ما بالنسبة لعناصر التصميم هي عبارة عن الوحدات الاساسية لايه تصميم مرئي فيجول دوزاين بيشكل هيكلية التصميم وبينقل رسالته المرئية طيب عناصر التصميم دي بتتكون في الاساس من نقطة والنقاط دي لما تتجمع مع بعض بتكون lines او خطوط الخطوط دي لما تتجمع مع بعض بتكون shapes او اشكال الاشكال دي لما بتتجسم بتكون عبارة عن form او تكوين كمان من عناصر التصميم بتلاقي عندك الcolor اللي هو الالوان كمان بتلاقي حاجة اسمه value value دي معناها هي المناطق المضيئة والمزلمة في التصميم اللي بتدي عمق للتصميم او بتدي كده شكل داخل للتصميم وكمان عندي space او الفراغات جوه التصميم ودي حاجة من الحاجات المهمة جدا اللي لازم كنوت زينا ليعرف ازاي يتحكم فيها واخر حاجة هي texture او الملمس التصميم في بعض التصميم بيكون لها ملمس معين يبقى العناصر دي يا جماعة هي المواد اللي تبنت عليها كل التصميمات اللي بتشوفها حولينا في كل حتة طيب نرجع بقى الموضوع قواعد التصميم قواعد التصميم اصلا بتتكون من 8 قواعد اساسيين ومهمين جدا قاعدة التباين الانسابية التناسق التوازن وكمان التقارب والتكرارية ومعاهم البساطة والتوظيف ان شاء الله هنمسك كل قاعدة فيهم ونتكلم عنها بشكل نظري ونستوعبها ونفهمها وكمان هنستوعبها اكتر بشكل عملي عن طريقة تطبيقات عملية بنعملها اثناء الكورس عشان نفهم ونستوعب القواعد بشكل كويس جدا في درس جايه هنبدأ مع اول قاعدة فيهم وهي التباين